بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معزان المشاهدين في حلقة جديدة من قناة المونتفى السعو نبيل النهاردة هنتكلم عن قصص او التصميم للتربزنات في السلال المداخلية تيجي تشتغل في فيلا او تشتغل في اي مكان تلاقي صاحب الفيلا طبعا الله يعين ما عندوش شوية من الخبرات في اختيار التربزين يجي المقاوي ليقول له عايزه ازاز ولا عايزه كرتال طبعا رجل له كان اهاته اعملهو لي ازاز طب اعملهو لي كرتال وريني الشأل الاشكال لا ما انت ما فيه اه اه كل ما تعمل يعني ما انت تيجي تفكر في شيء معين عشان تنفزه اعمل عليه سيرش اعمل عليه بحث اختار الجديد الموجود في السوق ما تقيدش بمقاول عايز يخلص اه شغله وياخد بعضه ويمشي انا بعرض بعرض لك دلوقتي صور لاشكال تربزينات خرافة يعني انا اقدر استخدم الخشب مع الستالستيل كامل لو انت مثلا عندك السلم اه في الوسط مثلا السلم موجود فيه مثلا مصعد ولا شيء اقدر اعمل هند على الجدار اه خشب اقدر اعمل الجدار كله خشب واعمل تجويف اه تجويف جوه الخشب يبدال هندريلي بتاعي اقدر اعمل اه كرتال حديد وقدر اعمل الكوبستة بتاعته نص دايرة زي ما انا بعرض للصور انت شافينها في الهندريلي في الحلقة وبطنها اه بخشب والخشب بكون زي بقوله اه ناتشرال طبيعي نفس لونه بيبتدي له ورنيشه وتنعامه الحديد نفسه اقدر ادي له بنفس اللون اللي السود مع الخشب الطبيعي يديني شكل طعفة اقدر اعمل الجدار بتاع السلم عندي خشب وادي له ديكور خشب واسيب جزء من الوسط ادخله داخل الجدار وامحاطة الترابزين بتاعي نحاسي احطه ستيل ستيل احطه خشب يبقى خشب داخل خشب مع ديكور او اقدر ادي له وحدة اضاءة اه معينة او هيدل لايت يبقى انا كده عملت شكل خرافة اقدر اعمل هندريل او ترابزين الكوبستة بتاعته شكل حرف في شكل حرف دابلو شكل حرف يو وامحاطة نفس الشكل البسه من فوق خشب زي ما احنا شايفين في الصور اللي انا بعرضها حاليا يبقى انا طلعت عن النمط التقليدي اللي دايما لاما استلس يا اما ازاز اقدر استخدم الخشب بار تيوب خشب املس اقدر امسكه عن طريق استلس تيل يد او هند استلس تيل مقبض يثبت في الجدار بيكون شكله طحفة وبرضو اقدر اضيف الهيدل لايت او اضاءة مخفية في السلم بتاعي ممكن تكون الصور بتتماشى مع الكلام بتاعي عشان اقدر اعرض لكم كل الصور الموجودة اللي عندي برضو اقدر اعمل الترابزين بتاعي حديد كريتال بس بشكل ديكوري كريتال بس بشكل انحناءات كريتال بشكل تيوبات مدورة روفيعة تديني لمسة كلاسيكية جميلة مش الشغل الكبير وشغل الورود والزخارف الضخمة اللي بتديلك زحمة في المكان اقدر اعمل السلم بتاعي سمنت بورد اقدر اعمله مباني بسمك قليل واعمل الكوبستة بتاعتي دهبي اقدر اعملها ستال ستيل اقدر اعملها خشب ممكن برضو اعمل السلم بتاعي ستال ستيل بس بشكل انيق شوية تيوبات مذهب دهبي اتنين بوصة تلاتة بوصة حسب الدكور بتاعي وحسب شكل السلم بتاعي اديتني رونك وجمال حتى في تثبيت الترابزين او الدرج هنتكلم عليها في حلقة جاية انشاء الرحمن اقدر اعمل الدرج بتاعي لو انا عندي دائري اقدر اعمله مثلا الهندريل عبارة عن جدار على الدائر كله طيوبات ستال ستيل سواء او كريتال حسب طبعا التكلفة بتاعتك تقدر تختار شكل كوبستة زي ما انت عايز اقدر اعمله ازاز ودير ما يدور واعمله زي حلق او اه زي ما بقوله كده ايه احدده بكريتال او احدده بخشب مش شرط اه كريتال الازاز تقدر تعمله منظومة تثبيت مختلفة وفي ناس وقت اقدر احدده بالمادة اللي انا عايزها اقدر اعمل هندريل بتاعي او اقدر اعمل طرابزين السلم خشب عن طريق ان انا اعمل مربعات خشب خشبية باطوال مختلفة يبقى انا ما بقاش هدفي فقط اللي انا احط طرابزين او هندريل او كوبستة امسك بها ايدي لا ادنا كمان استغلت مثلا حت عمود خشب طويل عمود اصغر وما الى ذلك عملتلي تناغم وشكل ديكوري وفي نفس الوقت استغلته وظفيا دايما حاول تبعد عن الشكل التقليدي في استخدام الهندريل او الطرابزين بتاع السلم واعمل سيرش اعمل بحث زي ما انت بتفرج على الحلقة دلوقتي شايف اشكال كويسة انا عايز انفز ده حتى لو الشخص مش عارف انفزه لا انا اقدر اجيب حد يقدر ينفزه لي لان انت بتعمل بيت عمرك بتعمل مشروع عمرك بتعمل حاجة مش هتعملها تاني برضو اقدر اعمل الحديد الهندريل او الطرابزين بتاعي او السلم بتاعي مصبعات اكريلك واقدر اعكس الليلة بدلا ما انا خلي الكوبستة تتعشق في الطرابزين اقدر اعملها بشكل عكسي اديتني ديكور مختلف عن كل الديكورات اللي الناس بتركبها اقدر اعملها هند كاملة خشب ابانوس خشب ارز انا اتكلمت في بعض الحلقات عن انواع الاخشاب وان شاء الله هكمل المنظومة في انواع اخشاب ما حدش بيستخدمها يعني خشب الابانوس ده لو شفته لونه الخشب نفسه بني غامق مع اسود انت مش هتدهنه مش محتاج انك تدهنه انت محتاج انك تناعمه وتحطه كده طحفة معمرية انك تعمله هند او طرابزين او هندريل اللي عندك اقدر اعمل صاج او وعد استالي ستيل بشكل كيرف او باشكال معينة كل ده انا عرضته في الحلقة دلوقتي اتمنى انك تطلعوا عن النمط التقليدي في اختيار الهندريل والكوبستة والطرابزين الخاص بالسلالم دخل لمسة جديدة حط وحدات اضاءة هيدل لايت اضاءة مخفية على الطرابزين والهندريل بحيث يديك لمسة جمالية يديك شكل جميل حاول ما تستخدمش اكتر من نوعين بس من الماتيريال في الهندريل حديد مع خشب استالي ستيل مع حديد استالي ستيل مع خشب خشب مع خشب يعني بالشرط مادتين بس ما تزيدش عن مادتين عشان ما يتقلبش التصميم للضد اتمنى ان شاء الله الصور تكون عجبتكم الافكار تكون عجبتكم واتمنى انها تتنفذ وحد يبعاتلي يقول لي والله انا اعجبت بشكل معين في الحلقة ونفسته اتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان نسلكم حلقاتنا باذن الرحمن كان معاكم مهندس هاسم نبيل ويومكم سعيد اشتركوا في القناة